موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام نشرة الأخبار من قلات المرابطون وتتابعون فيها موسيقى الرئيس الموريتاني يوجه برقية تهنية للعاهل المغربي بمناسبة عيد العرش ويعبر عن حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين موسيقى الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول ان القمة العربية المنظمة بنواكشوت كانت ناجحة وان الحوار السياسي سينطلق قريبا موسيقى رئيس مؤسسة المعارضة يقول ان الحكومة الموريتانية تعرقل السير الطبيعي للمؤسسة ويطالب بتمكينها من اكمال بنيتها القانونية موسيقى اهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وجه الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز برقية تهنية بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيد العرش معربا عن تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل المغربي والشعب المغربي متمنيا لهم مزيدا من التقدم والازدهار وعبر الرئيس الموريتاني بهذه المناسبة عن حرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين تحقيقا لما فيه خير الشعبين وإسهاما في بناء اتحاد مغربنا العربي الكبير قال ناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمينو للشيخ إن القمة العربية السابعة والعشرين التي احتضلتها العاصمة نواكشوت كانت ناجحة على مختلف المستويات واشهدوا للشيخ إلى المؤتمر صحفي بنواكشوت للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء بمستوى التمثيل العربي في القمة وبنتائج التي خرجت بها واصف قراراتها بالمتوازنة القمة كانت ناجحة على جميع المستويات كانت ناجحة على مستوى التنظيم وكانت ناجحة على مستوى النتائج والقرارات التي كانت متوازنة وكانت ناجحة على مستوى الهدوء والسكينة التي طبعتها حيثها مرت من دون أي مشاكسات كما كان دائما يقع في القمة العربية وكانت ناجحة من حيث الحضور والتمثيل بحيث جميع الدول مثلت إما بالشخصية الأولى أو الشخصية الثانية أو وزير خارجية في بعض الدول القليلة التي مثلت بوزير خارجية وتعلمون أن وزراء الخارجين يقودون للدبلوماسية والعلاقات الخارجية في دولهم ولذلك نحن نقدر نقول وعلنها نجحة على جميع المستويات وطبعا نهني الموريتانيين ونشكرهم رئيسا وحكومة وشعبا وفي شان منفصل قالوا للشاخ إلى المرحلة الحاسمة للحوار وتحديد اللجان والورشات والدخول في جدول أعمال الحوار لم تتم بعد لكن يتظر أن يبدأ قريبا لأن مقدماته قد بدأت في الموعد الذي أطلقه الرئيس محمد العبد العزيز في خطابه بمدينة النعمة سأل كيف قلت لكم مرة ماضية عن الحوار بمفهوم العام اللي هو التلاقي وإجبار بين المتحاورين وبحث أجندة الحوار هذا أنه نبدأ في الوقت الذي قال الرئيس الجمهور أنه لا يبدأ فيه قضية الصدريين قالوا المرحلة الحاسمة في الحوار اللي هو تحديد الورشات وتحديد اللجان والدخول في جدول أعمال الحوار اللي تسفر دائما عن نتائج متفق عليها أو مختلف فيها هذا حتى الآن بها تبدأ لكنه ينتظر أن يبدأ بين حين وآخر لأن مقدماته بدأت ونحن في المقدمات ولازلنا فيها وعندما تأتي المقدمات والإطار العام معلاته عن المتن أو الصدر أو الصلب القضية سندخل فيه إن شاء الله احتفلت الحماية المدنية اليوم بذكرى مروري عشرين عاما على التعاون ما بين موريتانيا وإمارة موناكو في مجال الحماية المدنية حيث قدمت الإمارة دعما في مجال تدريب والخبرات الفنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية لقد بدأ هذا التعاون سنة 1996 بين رجال الإطفاء في إمارة موناكو والحماية المدنية وظل ينمو ويتنوع وقد تجسد ذلك في توقيع على العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الحماية المدنية وكان آخرها سنة 2015 في موناكو حيث تم تطرق فيها لأربعة مواضيع نوعية هي منح معدات ولوازم تكوين رجال الإطفاء إفادة خبراء في مجال الحماية المدنية الدعم في بناء البنية التحتية وجه رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا انتقادات حادة للحكومة الموريتانية اعتبر فيها أن الحكومة تعرقل السير الطبيعي للمؤسسة الدستورية ذات الطبيعة الاستشارية في البلاد وطلب المحمد خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسة المعارضة الديمقراطية في نواكشوت بتفعيل أداء المؤسسة وتمكنها من إكمال بنيتها القانونية عبر إصدار المراسيم المهيئة لذلك نتابع المسيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير انتقد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن المحمد تعطي الرئيس والحكومة الموريتانية مع المؤسسة التي اعتبرها تقع تحت حصار تفرضه الحكومة عليها قانونيا وماليا مشيرا إلى أن الحكومة تؤخر إصدار المرسوم المطبق لقانون المؤسسة رغم تقديمه لمقترح به منذ أكثر من سنة كما وقفت لقاءات تشاوري معهم المنصوصة في القانون ورفضت تزويدهم بالمعلومات رغم صراحة القانون في هذا المجال مطلوب من الحكومة أنها تطبق للقانون في التشاور المستمر مع المؤسسة وهذا صريح فيه قانون المؤسسة عن من ياصل تتعود رئيس الحكومة رئيس الدولة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير الأول يستشيران الزعيم الرئيس ومجلس الإشراف من حين لآخر في القضايا الكبرى لكن المشرع ما ترك الحكومة على هذا وإنما ألزمها بأن هذا لا يقل عن مرة كل أهل التشهر والمحمد تحدث في المؤتمر الصحفي ومحاطم بعضاء مجلس المؤسسة المشكل من بويجر الهوميد رئيس حزب الوئام والنائب البرلمان السودوان مطالبا بالعمل على تطوير عمل المؤسسة واستكمال بنيتها رئيس ما يتاح لجميع أطياف المعارضة تنبيل في المؤسسة بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعا رئيس المؤسسة لا حوار سياسي جاد يخرج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية مبديا استعداد المؤسسة للنهوض بدورها المنوط بها في هذا الحوار وندعو الجميع لحوار شامل عميق متأني يخرج البلد من أزمته وأزماته ونؤكد استعدادنا لعب الدور المنوط بنا في هذا الموضوع وثمن رئيس مؤسسة المعارضة ديمقراطية المستوى التنظيمي للقمة العربية متقدا تنظيم القمة دون مختلف الأطراف بما فيها المؤسسة وحساب المعارضة ونظامات المجتمع المدني ما يتيح وقتا أكبر لنجاحها والخروج بنتائج أفضل مما تم توصل إليه قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني والشرقى بيانا خلال اجتماع مجلس الوزراء لتقويم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الموريتانية لقضاع الصيد 2015-2019 وقال والشرقى خلال متبر الصحفي أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية كما قدم الأسس المعتمدة في تقويم الاستراتيجية التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر وتأتي هالبيان من أجل تقييم تنفيذ هذه الاستراتيجية لإطار القانون الجديد التي سنتبه من يوم واحد في شهر واحد 2017 إلى يوم 30-06 ليونيو 2016 معنا أن يقيموا فترة ستة شهر الأولى من تنفيذ هذا الإطار القانون لا يقيموها على ثلاثة ركائز والمحاور أساسية لا يقيموها على مستوى الثروة شخلق فيها ولا يقيموها على مستوى المجهود الصيد شخلق فيه ولا يقوموها أخيرا على مستوى الإنتاج والصادرات والمداخل للخزين العام فيما يخص الثروة الهدف كما حدد برئيس الجمهورية هو أن نستقل له بطريقة مستدينة وبالتالي الاستراتيجية تهدف على ما يستخرج من هذه الثروة الكمية لما هي عاطيتها طبيعة من الفسر وفي سياق آخر قالوا الشروق إلى الحكومة الموريتانية مستعدة لتبسيط الشروط والأليات من أجل أن يصل السينغاليون المنطقة الخالصة الموريتانية وتتاح لهم فرصة الاستغلال معبرا عن استعداد موريتانيا للإسهام في المشاركة في الأمن الغلائي لمدينة سيلوي وأضافوا الشروق أن الاستراتيجية الجديدة للصيد تنص على أن أي كمية مستخرجة من المنطقة الخالصة إما أن تفرغ على اليابسة الموريتانية أو تتم مسافنتها في المياه الإقليمية الموريتانية وهو ما يطرح إشكالا بالنسبة للسينغال أي كمية مستخرجة من المنطقة الخالصة الموريتانية عندها اللاماصيرين إما يتم تفرغ على أرض اليابسة الموريتانية وإما يتم مسافنتها في المياه الإقليمية الوطنية وهذا هو بالنين خلق فيه من زن اللود وباطل آلية من أجل تنفيذ هذه البنود القانونية وهذا فعلا طارح إشكالية لأنهم آلية إنتاجهم بنفسها بما أن الزورة خشبة لمسافنة فيه صعيبة خاصة على البحار والتفريق المولع على أرض اليابسة الموريتانية صعيب به الذي يطلب أن يخلق نقل من جديد ولكن الحكومة الموريتانية خاصة الوزارة الصيد مستعدة كما قالت على أنه شيء كامل لأهي بسط من أجل أن إخواننا في السينيقال يجووا للمنطقة الخالصة ويستقلوا فيها ومن أجل أنه شاركوا في الأمن القذائي لمدينة سين لوي وهذا بتعليمات من رئيس الجمهورية أن أي إجراء في إطالة القانونية الحكومة الموريتانية مستعدة قالت وزيرة البيطرة فاطمة فال بن تصوينع إن لجنة مشتركة بين وزارتين البيطرة والصحة عدت دراسة تهدف إلى السيطرة على الأدوية البيطرية المزورة سعيا إلى إعادة هيكلة القطاع وأضافت بن تصوينع خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتواع مجلس الوزراء إن الحكومة قررت احتكار المركزية لشراء الأدوية كاميك الأدوية البيطرية الضرورية ضمان للجودة هذه اللجنة المشتركة ما بين القطاعين وقطاع الصحة وقطاع البيطرة بسلسلة إجراءات ودراسات تخولها بالسيطرة النهائية على الدواء المشبوه والدواء المزور وتحافظ وتنال هدفها المتمثل في الجودة كعنوان في جميع المنتجات كاملة خاصة المنتجات الدوائية وعلى ذلك الأساس قررت الحكومة على أنها تتبنى ذكرة خارجي من المواد الضرورية الأدوية البيطرية الضرورية تكون كالأدوية البشرية الضرورية من احتكار المؤسسة كاميك إياك أنها توفر الأدوية ذات المصدر معلوم وتوفر الأدوية ذات المعايير العلمية المضبوطة وتضمن مولي استمرارة التزويد بهذه المواد خاصة فيما يتعلق باللقاحات التي تعتبر حملات التطعيم والتلقيح السنوية التي تقوم بها المصالح البيطرية على عموم التراب الوطني ضد العديد من الأمراض تصل إلى الضمانية معلومة المصدر معلومة المراحل التوزيع إلى التوصل للمنمي قالت وزارة البترول والطاقة والمعادن في بين صادر عنها إن الحكومة الموريتانية وشركة تازيازد المحدودة وقعت مذكرة تفاهم تتضمن مخططا لإجراء مرتنة سريعة لليد العاملة بتازيازد وتخفيض نسبة الأجانب من 12 إلى 6 بالبيئة نهاية يوليو عام 2018 وإلى 3 بالمئة عام 2020 كما تضمن الاتفاق نقل المصالح التابعة لشركة تازيازد بالخارج إلى موريتانيا نهاية عام 2016 ومرتنة تسييرها بنسبة 80% قبل نهاية عام 2018 من ناحية أخرى قالت شركة تازيازد موريتانيا المحدودة إنها توصلت إلى تسوية مع الحكومة الموريتانية بشأن رخص عمل الموظفين الأجانب من خلال خطة لمرتنة اليد العاملة لديها وفق ما نص عليه اتفاق الطرفين وقالت الشركة في بين صادر عنها إن عمليات الاستخراج والمعالجة في مجم تازيازد يتوقع أن تبدأ شهر أغسطس المقبل بدأت في موريتانيا امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الباكالوريا بمشاركة 2852 تلميذة موزعين على 16 مركزا ثلاثة منها في العاصمة واكشوب ومن بين المشاركين في الدورة الثانية للباكالوريا ألف وواحد وعشرون تلميذة على مستوى شعبة العلوم الطبيعية فيما يتوزع الباقي على شعبة الرياضيات والآداب العصرية والأصلية نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير في هذا المركز بالثانوية العربية بدأ هؤلاء الطلاب ابتحانات الباكالوريا في دورتها التكملية وسط إجراءات مشددة لمنع الغش فيما تحدث المشرفون على المركز عن أجواء طبيعية وهادئة باليوم كيف تراعون طلقة انتحانات شهد الباكالوريا الدورة التكملية هذا المركز فيها الأداب العصرية الأداب العصرية هم رياضيات في أعدادية البنات وفي هذه المؤسسة المقابلة فيها العلوم الطبيعية شعبة الأداب الطبيعية ظروف طبيعية عادية نحن هنا في مركز أعدادية في البنات فيها هذه التخصصات في ذلك ينقالوا شعبة الأداب الأم في ذلك ينقالوا شعبة الرياضيات في ذلك ينقالوا شعبة الفنية بالنسبة للشعب الأداب 4 قاعات المجموع 129 تلميدي تخالفهم منهم 3 بالنسبة للرياضيات 6 قاعات فيهم 203 من التلميدي تخالفهم منهم 8 بالنسبة لتام جيم تقنية عندهم قاعة واحدة فيها 39 تخالفهم منهم واحد بعد الخروج من الحصة الأولى يتجمهر الطلبة هنا للحديث عن الأسئلة والإجابات والهواجس المتعلقة بالبكالوريا فيما تفاوتت شهاداتهم حول الأسئلة والأجواء التي جرى فيها الامتحان الامتحان كان جيد غير المشكلة الأساسية لا تصحيح المصححين زيد دور العادية تصحيح ما نقين عنه كان جيد باللي أنا كنت اللي معدل في الفيزياء كنت شاكع عنه لا صحيح طاوني عليها لطروافر قلصين امتحان زي ما شاء الله ما أخسر للشقر ناس ماي واحد فيهم واحدين صعبة لهم شوية امتحان واحدين مودي عادي عندهم بالنسبة لي أنا بأمتحان العربية أسئلتها زي ما شاء الله ولا أخسر ليش أمام مراكز امتحانات البكالوريا التكملية جموع من أهالي الطلبة وذويهم ينتظرون خروج أبنائهم لنقلهم إلى المنازل وزير التهذيب الوطني سلم ورسيد المختار قام بزيارته بعض مراكز الامتحانات وأكد أن كافة الإشراءات تم اتخاذها لإنجاح مراحل الامتحان طبقا للشروط والأجال المنصوص عليها هذا ويشارك في الدورة التكملية للبكالوريا نحو 2891 مترشحا موزعين على 16 مركزا منها ثلاثة في نواكشوت من جهة أخرى بدأت اليوم مسابقة دخول إعداديات وثانويات الامتياز بمشاركة 5740 مترشحا في 15 مركزا لصالح التلاميذ الحاصلين على أكثر من 100 نقطة في مسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية والنجحين في امتحان شهادة الدروس الإعدادية والحاصلين على رقم وطني لدى سجلات إدارة التعليم الثانوي نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطة وقد تابعتم فيها رئيس الموريتاني وجه برقية تهنئة للعاهل المغربي بمناسبة عيد العرش ويعبر عن حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول إن القمة العربية المنظمة بنواكشوت كانت ناجحة وإن الحوار السياسي سينطلق قريبا رئيس مؤسسة المعارضة يقول إن الحكومة الموريتانية تعرقل السير الطبيعي للمؤسسة ويطالب بتمكينها من إكمال بنيتها القانونية يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك وظاهرة على الشاشة كما تتابعون حلقة جديدة من برنابج المشهد على تمام الساعة السادسة والنصف حول موقف النقابات من الاتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة مع شركة تازياست التاسعة نشرة مخبارية مفصلة بحول الله دبتم في أمان الله الطيب المنا اشتركوا في القناة